أكد الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكيسال أن تمسك القارة السمراء بإيجاد حال سلمي للقضية الفلسطينية مبني على حال الدولتين وشدد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والسلاثين أن الدولة الإفريقية لا تزال توجه الأزمات التي توجه العالم لا سيما جاءحت كورونا وتغيرات المناخية فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية مشيرا إلى أن إحلال السلام في إفريقيا لا يزال هدفا بعيد المنال في ظل انتشار الإرهاب في دول القرى ومشددا على ضرة تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة وإنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب وأضف أن انتشار الإرهاب في إفريقيا يهدد السلم والأمن العالمية دعيا مجلس الأمن الدولي بالالتزام بشكل أكبر بمكافحة الإرهاب في إفريقيا وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة لتحسين قطاع الزراعية من خلال توفير الحبوب والأسمدة للقارة السمراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر